الله يصبحكم بألف خير وأكيد بنرحب في كل اللي بنضمونا بهذه اللحظات في هذه المحطة اليوم رح نتحدث عن ضعف البصر أهمية تأهيل الأشخاص اللي بعانوا من مشكلة عدم الالتزام بأدوات العلاج والوقاية إيش نقصد أيضا بضعف النظر تفاصيل مختلفة عن تأثير عدم الالتزام بأنواع العلاج المختلفة اليوم رح نناقش هذا الموضوع برفقة اختصاصي البصريات نور الرماوي معنا من داخل الستوديو الله يصبحك بألف خير صباح الخير كيف أصبحت الحمد لله تمام يعني تحت الهواء كنا نحن نحكي عن موضوع مختلف وعن العلاج بالقدم أكيد سنعود إلى موضوعنا أكيد ونحكي للمشاهدين اليوم وخلينا نوضح بالبداية من خلال أيضا الجانب اللي أنتم كمان مختصين فيه إيش نقصد في ضعف النظر قبل من نعرف ضعف النظر خلينا نحكي شوي عن العين النظر هو شيء جميل جدا وهي نعمة كبيرة جدا أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا يعني من خلالها إحنا عمالنا بنعيش بنشوف الجمال الحقيقي للدنيا للجبل للسماء لأولادنا لأطفالنا لأمهاتنا لكل شيء ففعلا هو النظر نعمة جميلة جدا وكبيرة ومن أعظم النعمة المنى الله سبحانه وتعالى علينا ممكن بعض الناس فقدوا هذه النعمة وافتقدوها فعلا إما لسبب نتيجة حادث أو نتيجة أجعل أرض أعمى يعني أجعل خلقي أو نتيجة الإهمال رح نحكي شوية عن الإهمال هون لأنه هو الأساسي لا تحكم فيه بالضبط لا قبل هي خلينا نعرف إيش ضعف النظر بس قبل ما نعرف ضعف النظر خلينا نحكي إيش هو النظر السليم عشان نعرف شو المشكلة لما تكون ضعف نظر هذه النظر السليم إنه لما تسقط الأشعة على العين ويتكون بقرة على الشبكية هذه البقرة اللي بتتكون على الشبكية اللي هي الصورة الآن هذه الصورة بتنتقل من الشبكية إلى الدماغ الدماغ بيحللها إنه أنا شايف كرسي إنه أنا شايف قلم إنه أنا شايف لون أخضر شايف لون أصفر هذه الصورة بتنقلها الشبكية الآن ضعف النظر إنه هاي البقرة ما بتوقع على الشبكية يعني بصير مشكلة إنه ما بتوقع على الشبكية يعني الصورة ما بتيجي على الشبكية في بالتالي الشبكية ما بتنقل الصورة الصحيحة للدماغ تنقلها مشوشة هذا ضعف النظر تعريفه بشكل مبسط جدا نحكي عن أشياء تانية عن ضعف النظر هذا ضعف النظر طيب لو حكينا عن أعراض ضعف النظر كيف تظهر يعني إحنا كأفراد كيف نقدر نشعر أن إحنا في عنا خلل بالبتالي نتوجه لمختص لعلاج هذا الموضوع يعني عدم وضوح الرؤية بشكل أساسي هو من أهم أعراض ضعف النظر يعني عدم الوضوح في الكتابة أو القراءة يعني قديما كان هذا الموضوع مش موجود يعني أو الناس ما كانوا ينتبهوا إله يعني كان إذا الطالب بالصف مش شايف الأستاذ مثلا أنه يوبخوا أنه شو أنت أعمى مش شايف هو فعلا كان عنده مشكلة هو مش أعمى لكن هو مش شايف مزبوط اللوح أو مش شايف الأشياء بشكل مزبوط أيضا من ضمن الانتقادات اللي بواجهها اللي عنده ضعف نظر ويمكن هذا تقريبا صار قليل لكنه ممكن له بقايا أو شائع أنه يكون مثلا الولد ماشي بيخبط بإشي بيضرب بإشي وكشو أنت أعمى مش منتبه أنت به أحسن هو فعلا مش شايف عنده مشكلة بصرية لأنه هو مش شايف حقيقة الأشياء بوضوح بتلاقي الولد مثلا أعجى بالتلفزيون بتقول لك الأم ابني أعجى بالتلفزيون وبالتالي هو صار عنده مشكلة لا هو في الحقيقة عنده مشكلة ولأنه ما بيشوف التلفزيون واضح بيضطر أنه يقدم عليها حتى أنه يشوفه واضح فهي مشكلة موجودة فإحنا إذا بنلاحظ هذا الأشي في أبنائنا نلاحظ أنه ابننا بيقدم على التلفزيون نلاحظ أنه الطالب بالمدرسة ما بيشوف الأرقام أو ما بينقل الكتاب عن اللوح بشكل صحيح هذا بدل أنه فيه عنده مشكلة ولازم يتوجه لأخصائي البصريات حتى يفحصوا شخصه من ناحية بصرية ممكن إشي تاني أنه تغيير الألوان أو وجود هالات حول الضو ممكن أشياء مبكرة نكتشفها عند الأطفال أنه منلاقي الطفل من عمره وهو صغير يعني أشهر بيركز نظره على الضوء لفترات طويلة جدا هذا بدوري حقيقة لا هي من أغرب الأشياء اللي أنا مريت فيها أنه مروا علي أهل كان عمر ابنهم ثلاث شهور ولكن ابنهم كان مصاب بضعف نظر كان عنده قصر نظر عال جدا سألت الأهل أنه كيف اكتشفتوا هذا الأشياء يعني عمره ثلاث شهور كيف قدرت تتميزه فالأم حكيت لي أنه لاحظت أنه تطلع على الضوء دائما بشكل كبير جدا فهو صعب جدا أن ينتبهوا هذا الأهل إلا إذا كان عندهم خلفية بس بس هو عمليا لأمو كيف ممكن نفسر هذا السلوك أنه هو بتفرج عضا بشكل دائم هو بيكون عنده قصر نظر شديد جدا فبالتالي أنه بحاول يتطلع على أشياء اللي يشوفه يعني الأشياء اللي قدامه بقدرش يشوفهم بشكل واضح لأنه القصر النظر خلينا نحكي أنه نضعف النظر هو عندنا طول نظر أو قصر نظر أو انحراف الآن قصر النظر هو ما يشوف الأشياء البعيدة ويشوف الأشياء القريبة طول النظر ما يشوف الأشياء القريبة ويشوف الأشياء البعيدة وعندهم انحراف ممكن ما يشوف البعيد ولا القريب حتى الجهتين مع بعض فلما يكون عنده مشكلة هو طفل يحاول يطلع على شيء يجذب انتباهه أكتر زي ضوء أو إضاءة معينة هذا يعني مهم ويمكن لكتير لدينا نسبة كمان يعني حسب الدراسات من وزارة الصحة الآن يعني فيه أطفال خليقول بفلسطين يعانوا من قصر النظر بشكل أساسي يعني بس نتحدث عن ضعف النظر بشكل عام إيش بيكون عادة العلاج كيف يتم تشخيص الحالة وعلاجها الآن تشخيص الحالة بتم أنه عن طريق فحص للشخص يعني اللي هي اللوحة هاي اللي منشوفها الإشارات لازم نشوف بكل عين على حدة السطر الأخير اللي هم نسميه بشوف ستة على ستة بهاي الحالة بيكون مضعه سليم إذا ما شافها بيكون هو بحاجة إلى نظارة طبعا هذا بيبين بالفحص أنه في عنده مشكلة أنه قصر نظر أو طول نظر أو انحراف بتم هذا بالفحص يعني بيبين مئة بالمئة إيش النتيجة طب وعادة إيش بتختاروا العلاج إذا تبين أنه في عنده قصر نظر أو طول نظر أو انحراف ضي ما ذكرت هلأ بالمراحل الأولى من عمر الإنسان يعني خلينا نحكي أنه إذا كان عمره أشهر إلى تسع سنوات بيكون مهم جدا أنه استخدام النظارة بالأغلب ممكن بعض الحالات يتم إليها جراحيا لكن نادرة جدا بيضطر إليها طبائي العيون لكن معظم الوقت بيكون نظارة برضو فوق هذا السن يعني إلى سن العشرين واثنين وعشرين لازم يلتزم بالنظارة بعد هذا بيقدر إذا بدوا يلجأ إلى عمليات اللازك بيقدر ممكن نستخدم العدسات اللاصقة بديل للنظارة لناس ما بحبوا يلبسوا النظارة أو ما بحبوا يتقيدوا بالنظارة ممكن نستخدموا العدسات اللاصقة طيب دكتور قبل ما نتحدث عن موضوع الالتزام بالعلاجة أنا بدي أرجع أسألك سؤال يعني وانت بتحكي عن الأعراض هل في مقياس ذاتي في شعور مثلا بالدوخة شعور بوجع الراس شعور بعدم القدرة فعلا على رؤية الأشياء بوضوحية انت تحدثت عن أمثلة لبما عن الأطفال كيف بيطلوا على التلفزيون أو بيبعدوا عنه أو كيف حتى ملاحظات الأستاذ أو العائلة اللي بتكون ولكن إحنا لو هلأ كل شخص فينا بده يراقب نظره يعني وشوف فعلا إذا قوة نظره تكون ستة على ستة أو حتى أقل هل في هناك شيء نقدر نتبعه بشكل شخصي على الأقل يكون في هناك أي مؤشر يعطينا أنه في حاجة لزيارة مقتص نعم هلأ إذا كان عنده الضعف أو الخل الإنكساري ضعيف جدا حيكون عليه صعب جدا أنه يكتشف هذا الأشي إذا كان عنده متوسط أو عالي بسهولة جدا حيكتشف هذا الأشي في البداية يعني أنه معظم الناس ما بعرف أنه في عنده مشكلة يعني خصوصا الناس اللي لا عمروا اللبس نظارة يعني هو بيقلع على الدنيا ويشوف الأشياء بهذا الشكل هو بفكر أنه كل الناس بتشوف هيك ما بعرف أنه عنده مشكلة لأنه يفكر أنه خلص هذه لازم تكون مشوشة أو على هذه المسافة هي واضحة لذلك بعض الناس بيحكونا أنه أنا عملت لأبن نظارة وتعود عليها ما يبدأ أعمل لأبن الثاني وردي تعود عليها يحكي لهم هو في الحقيقة ما تتعود عليها والمشكلة أنه كان شايف الدنيا بشكل معين هو كان يفكر أنه كل الناس هيك بتشوف مش خلل يعني هذه أول مرة بيشوف الدنيا ويظهر عليها بهذا الشكل لما يلبس النظارة بلا أنه هو بيشوف أوضح فهو يعرف أنه اللي كان يشوفه هو كان مغبش عشان هيك هو ما بيشلح النظارة لأنه بيشوف كل شيء حواليه واضح هلأ من أهم الأشياء اللي ممكن يعملها فحص اللي هو فحص أنه يغطي عين ويفتح عين على أساس أنه مقارن بينهم بالزبط يعني إذا كانت المشكلة بالعينتين معظم الناس بتلاقيهم بيكتشفوا هذا الأشياء إذا كان بعين واحدة بيكون معظم الناس صعب عليهم لأنه بيكون مركز على عين واحدة وهو حقاقة مهمل أحد العينتين لأنه فيها ضعف وهذا ممكن يصير لأنه ضعف النظر ما بيكون متساوي بالعينتين يعني ممكن بعين يكون درجة وممكن بعين تاني يكون ثلاث درجات وممكن بعين تكون سليمة جداً ما فيها مشكلة وعين تكون فيها مشكلة طيب دكتور هون نحكي عن الالتزام بالعلاج قديش بأثر عدم الالتزام الأشخاص يعني نشوف حتى في كتير أهل اللي بيستصعبوا يلزموا أطفالهم الصغار بأنهم يلبسوا المضارة بشكل دائم ومرات حتى بيكون فيه توصيات من المختصين إنه لازم يلبسوها مثلاً قدام الكمبيوتر لازم يلبسوها في الصف بس يكونوا عم بتفرجوا علوح إذا الأطفال ما التزاموا فيها قديش بيكون تأثيرها وإذا التزاموا فيها فعلاً كمان ممكن يؤثر إجابة يعني بهاي الحالة نعم صحيح الأطفال يعني بيكون أنه التزامهم فيها في مراحل عمرية معينة ضروري جداً يعني لحد تسع سنوات خصوصاً بعض الأطفال اللي بيكون عندهم مشكلة إنه عين سريمة زي ما حكينا أو عين فيها الضعف خفيف وعين الضعف فيها عالي إذا ما التزام فيها ممكن يصر عنده كسل كسل بالعين كسل العين هذا إذا صار عنده تعدى سنة تسع سنوات حيكون من الصعب جداً 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 حل هاي المشكلة يعني العين بتصير كسولي ونسبة الرؤية بتصير فيها ضعيفة وصعب جداً حلها لا بنظارة ولا بعدسات ولا بعملية ولا حتى بتمرين فبكون ضروري جداً إنه يضل لابس النظارة الآن بعض الناس اللي عندهم مشكلة خلينا نحكي عن قصر النظر هو شاعر أكثر إشي موجود إذا ما لبس النظارة ممكن إنه يزيد بسرعة دعنا أبوه إلى شغلي إنه النظارة ليست علاج يعني إحنا إذا لبسنا النظارة ما منصير أحسن لكن إنه منقدر نحافظ على وضعنا إنه ما يصير أسوأ كثير لأنه ممكن هو يتزيد الدرجة لأنه هذا إشي مرتبط بطبيعة تغيرات بالجسم طبيعة نمو العين طبيعة نمو القرنية ممكن نزيد الضعف يعني إذا الأشخاص وهم صغار يلتزموا في النظارة ممكن بعد فترة في عمر متقدم يشيلوا النظارة ويكونوا تحسن العين أكيد أكيد هذا الأشي خاطئ لأنه في ناس يلبسوا النظارة من 40 سنة ولساتهم يلبسوا النظارة طيب خلينا نحكي عن تأثير وجود النظارة كثير مرات نشعر أنه كمان بصير في العين في نفسها إرهاق وتعب وأنه نشعر أنه الأشخاص اللي برتدوا بشكل دائما نظارة حتى بس يشيروها يكون فيه حتى فيه فرق في وجههم بتشعر أنه فيه التعب يعني في عيونهم هل هذا صحيح؟ هل مثلا هذا يعني أنه فيه كمان سلوكيات خاطئة من اتباعها برتداء النظارة؟ لا هو صراحة أنه إحنا من نكون يعني النظارة بتغطي جزء كبير من ملامح وجه الإنسان يعني أنت تعرف أنه العينتين والأنف والفم هم من أكثر المناطق اللي بيحدده ملامح الوجه فالنظارة بتغطي جزء من ملامح الوجه أو خليه نحكي بتغير من ملامح الوجه فنحن نتعود على شخص عفوا بشكل النظارة ملامح وجهه لما يشيلها حتى يختلف الآن بعض الناس بيحكي لك أنه أنا بس ألبس النظارة بحس عيني بتخلى جوه أكيد هذا الإشي مش موجود لكن بعض الناس اللي عندهم مقوص النظار لأنه العدسات بتزغر الأشياء فمنحس أنه عين أصغر شوي من ورا فهو بحس أنه عينه بتزغر رح أسألك السؤال اللي سألتك يا تحت الهوى وهذا آخر سؤال رح أسألك يا عن كمان يعني حم نحكي عن المعتقدات الخاطئ اللي واحدة منها إنه فعلا العيون تدخل جوه إذا الناس بتضغط لها لابس النظارة فهذا طلع خاطئ إنه إذا الشخص التزم بالنظارات لفترة طويلة هو رح يتخلص من الضعف الموجود هذا كمان خاطئ عمله إحنا بس بنساعد على استقرار ووضع العين آخر شيء هو شائع بين الناس ويمكن في كتير ناس بسمعوها حتى من الأكبر سنن موضوع إنه إذا إحنا بننام بارتداء الجوارب الخاصة فينا ممكن يعمل على ضعف النظار تعليقك على هذه النقطة تعليق إنه يعني دراسة موثقة في هذا الكلام ما فيه أو أنا ما قرأت إلى الآن عن دراسة موثقة في هذا الاشي خارج تخصصي تماما يعني خلينا حكي إذا أبدأ حكي عن ثقافة عامة يعني في أحد الدراسات حديثا قرأتها إنه القدمين هم يعتبروا مرجعية لتشخيص كثير من الأمراض موجودة بالجسم ولكن بالنظر هي مش بشيء مباشر ما فيش إشي بيقول إنه يعني إلى يمكن يكون موجود لكن إلى الآن ما فيه إثبات ما فيش إثبات في هذا الموضوع يمكن يكون مشكلة أنه نام بالجوارب إنه ممكن يعمل مشكلة إلى الآن ما فيش إثبات نحاول دائما نطرح هذه الأسئلة عشان نحن نعرف أن هي أشياء منتشرة بين الناس في بعض الأحيان فبالتالي نحن نصححها نفندها أو نحكي أنا أريد أن أشكرك على كل المعلومات التي قدمت إليها وإذا في النهاية حابب تقول كلمة أخيرة في هذا الموضوع ونصيحة للمشاهدين تفضل أنا أريد أن نصح للناس الذين لديهم قصر نظر بالذات أنهم يخففوا من الأشياء التي نحكيها الأشياء القريبة يعني لا يقعد على الكمبيوتر فترات طويلة جدا لأنه هذا الأشي سيزيد عنده سيزيد من قصر النظر الموجود عنده يحاول يخفف من الألعاب هذه طالعة كثير خصوصا للأجيال الجديدة خصوصا عندهم قصر النظر يعني يحاول يخفف وقدر الإمكان يعني إذا كان يقعد أربع ساعات يقعد ساعة في اليوم تكفي أريد أن أشكرك ونهارك سعيد يا رب شكرا لك إذا ننتقل إلى فاصل ونشوف ريمة شو محضرتنا اليوم معلومات لهذا الصباح أو الشيما رح نشوف مين محضرنا المعلومات لهذا الصباح في فقرة هل تعلم